ميلان اللي النهاردة بيخش دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي بصفته بطلاً للدوري الإيطالي وبيوصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ميلان جي منين؟ ميلان جي من 2007 بيبيع ريكاردو كاكا لريال مدريد في صيف 2008 بطل شامبينز ليج 2007 بيبيع أبرز لاعب عنده وبصاحب الكرة الذهبية أو صاحب البالوندور لريال مدريد بسبب الأزمة الاقتصادية وبتلف الأيام وبيجي في 2012 ويبيع اعتياج وسيلفا وزلطان إبراهيموفيتش لباريس سان جرمان عشان يفك شوية الأزمة الاقتصادية بتيجي 2017 وميلان بيتباع كله للمستثمرين الصينيين بيرلسكوني بيتخلى عن إرثه الشهير لأنه مش قادر يصرف على النادي بسبب سياسات مادية خطأ بعد ما ميلان اتباع في 2017 دخل في دوامة كبيرة جداً 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 من التعثرات ووصل لشبه الإفلاس هنا جاء الحل السحري الحل السحري للاعب مستبعد وأسطورة مستبعدة من دخول النادي من منذ اعتزاله في 2007-2008 وهو باولو مالديني مع اسم باولو مالديني هيبدأ معايا الحل في وجهة نظري أو في كل القراءات اللي احنا هنقراها في اللي جاي إزاي تعمل نادي إدارياً ناجح وبالتبعية رياضياً ناجح باولو مالديني لما دخل ميلان ما دخلوش عشان هو لعب سابق ولا هو عشان خاطر لعب كبير ولا هو عشان مسيطر جوه النادي ولا عشان بيخش يقعد في الجنينة يتكلم مع الناس أقول لهم أصل رئيس النادي ده راجل ما بيفعمش لا باولو مالديني دخل عشان هو عارف عايز يعمل ايه مع ميلان وأول دخول باولو مالديني لفريق أو لنادي ميلان مسك الورق اللي قدامه ورتبه فبدأت عملية إعادة بناء ميلان ميلان اللي كان مديونه وصلت ديونه في فترة من الفترات إلى ما يقرب 195 مليون يورو عجز في ميزانية ميلان الإيطالي الكبير الثاني أكثر فرق أوروبا تتويجا بلقب دور الأبطال ما بعد ريال مادريد 195 مليون يورو عجز لفريق ميلان لما تبص على واحد داخل بتقوله النادي ده بيفلس وعنده 195 مليون يورو ديون وبياخد سادس ولا سابع الدوري كل سنة فانتزيره إن كان ما عندكش أي دخل هنا بييجي دور الراجل اللي بدأ يفكر راح جاب مدرب اسمه ستيفانو بيولي وقعد معاه وقال له إحنا رايحين في سكة اللي يروح مايرجعش باولو مالديني مشي في شقين وده أول نقطة نحطها في دماغنا لأي نادي مصري عايز يحط استراتيجية إدارية صحيحة طبعا اللي احنا بنقوله النهاردة ده يبقى في عجلة مش مفصل يعني مش دراسة ولكنه خطوط عريضة اللي عايز يمشي عليها بعد كده يدرسها ويفصلها جاب الراجل وقال له عندنا شقين لأن ما في نادي في العالم بينشأ أو بيكبر بدون الشقين دول إداري وشق الرياضي فجاب استفانو بيولي قال له أنا عايز أعمل الشق الرياضي الصحيح اللي هيوصلني للشق المالي ولكن أنا ما عنديش الأموال اللي تختصر عليك الوقت فأنا رهاني عليك وكان الرهان على استفانو بيولي طب الرهان ده تمثل فيه تمثل في إدارة لميلا فنية ومالية بتعرف تختار اللعيبة وهضرب لك مثالين لك أنت تخيل أن رفايل ياو البرتغالي لاعب ميلا وجناح المنتخب البرتغالي تم التعاقد معه مقابل 29 مليون يورو النهاردة رفايل ياو بيقود ميلا للدوري بيقود ميلا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسعره في السوق 150 مليون يورو خمس أضعاف مع مدير فني لما مالديني راح يجيبه جاب مدرب خد 3 مليون